تفقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف للاطلاع على أعمال سير الامتحانات وتفقد وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعات الاختبارات المجهزة للمتسابقين وكذلك قاعة تحكم لمتابعة لجان الاختبارات وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة ومن خلال التنصيق والتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تراعي تطبيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة لاختيار أفضل الكفاءات المناسبة لكل عمل نشكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذا الجهد الكبير الذي يقوم به ونقدر هذا الجهد في العملية الامتحانية لمثل هذه الأعداد وبنأكد أن أي امتحانات بالطبع لها أهداف ومن أهم أهدافها اختيار أفضل الكفاءات وقد تعاوننا مع الجهاز في إعداد الأسئلة التخصصية التي تنتج هذه النتيجة وهو اختيار الكفاءات المسابقة دي إن شاء الله بإذن الله ستبقى على ثلاث سنوات تبقى للموافقات المسابقة دي للألف عامل والألف خطيب وإمام مسجد وإن شاء الله بإذن الله في مسابقة قادمة التانية في يناير وبعد كده المسابقة التالتة الهدف من المسابقات أنه الدولة المصرية تختار أحسن ولدها فيما يتعلق بالتوظيف الوطن المصري مليء بالكفاءات والأكفاء وبالتالي من حق الدولة أنه توظف في الوظائف الحكومية أفضل الكفاءات المتاحة داخل الدولة